بين عامي 1932 و2021 مسيرة حافلة بالانتهاكات وجرائم الحرب ارتكبها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد الذي أعلنت أسرته الأربعاء وفاته في ولاية نيومكسيكو الأمريكية قد رامسفيلد غزو أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج بوش واختتم آخر سنوات إدارة دفة البنتاجون بسلسلة فضائح وانتهاكات مروعة جرت في العراق بدءا من فضيحة سجن أبو غريب عام 2004 مرورا بقصف الفلوجة بالفسفور الأبيض والفتنة الطائفية في بغداد وعمليات تقسيم بغداد إلى مقاطعات ذات أبعاد طائفية ما زالت أثرها شخصة لغاية الآن وصولا إلى عقود الفسد في الجيش الأمريكي زر رامسفيلد العراق أكثر من عشرين مرة خلال توليه منصب وزارة الدفاع ويعد رامسفيلد أحد أكثر وزراء الدفاع الأمريكيين نفوذا منذ عهد الوزير روبرت ماكنا مارا الذي كان يشغل هذا المنصب خلال الحرب في فيتنام وهو أيضا وزير الدفاع الذي كانت له ثاني أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الأمريكي ويحمل الكثير من المحللين رامسفيلد المسؤولية الشخصية عن بعض الأخطاء الأمريكية في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين إضافة إلى القرارات المثيرة للشكوك التي تخذها بول بريمر ومنها حل القوات المسلحة العراقية